اشتركوا في القناة إلى المهاجم إسلام سليماني الذي سجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول عن طريق رأسية محكمة وشهدت هذه المباراة انتفاء الأضواء الكاشفة لمدة سبع دقائق كاملة ما جعل الحكم يضيف 11 دقيقة مع نهاية الوقت الأصلي إلى أن صلبة المنتخب في الخط الدفاعي كانت كفيلة من أجل الحفاظ على نتيجة المواجهة وتحقيق الفوز هذا وتشد بعد قليل عناصر والنخبة مباشرة الرحالة إلى الجزائر من أجل مباشرة التحذيرات لمواجهة العودة المقرارة في الثلاثاء المقبل بملعب مصطفى تشاكير بالبوليدة ومن المرتقب أن يصل وفد المنتخب الجزائري إلى مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الثالثة صباحا كل التوفيق لعناصر النخبة في خرجتهم في مباراة العودة هذا ولحساب التصفية المؤهلة للمونديال حقق أيضا المنتخب التونسي فوزا ثمينا على حساب مضيفه المالي بنتيجة هدف السفر عن طريق موسى سيسوكو بالخطأ في مرماه وماهد نسور قرطاج طريقهم نحو بلوغ المونديال قبل مباراة العودة المقرارة بتونس الثلاثاء المقبل يواجه في هذه الأثناء المنتخب المصري نظيره السينيغالي بملعب القاهرة الدولي لحساب ذهب الدور الفاصل المؤهل للمونديال ويسعى الفراعنة إلى تمهيد طريقهم نحو التأهل للدور المقبل على حساب بطل إفريقيا قبل مواجهة العودة المقرارة بعد أربعة أيام ولحساب ذات الدور تلعب أيضا المباراة الثانية بين المنتخب الغاني ونظره النجيري في صدام واعد من أجل تأهل إلى المونديال إلى القارة العجوز الآن حيث عرفت منافسة والملحق الأوروبي المؤهل للمونديال مفاجأة مدوية بإقصاء منتخب إيطاليا من التصفيات على يد منتخب مقدونيا بخسرته بنتيجة بهدف السفر ولن تشارك إيطاليا للمرة الثانية توليا في المونديال لتتواصل بذلك نكستها على الصعيد القاري من جهة أخرى أتأهل المنتخب والبرتغالي لنهائي الملحق الأوروبي بفوزه على تركيا وسيلقي منتخب البرتغال في نهائي الملحق منتخب مقدونيا المتأهلي على حساب إيطاليا وفي مباراة أخرى قاد نجم الويلزي غارث بيل منتخب بلاده إلى تأهل إلى الدور النهائي من الملحق الأوروبي بمساهمته في الفوز على حساب النمسا بنتيجة هدفين لواحد وسينتظر منتخب الويلز الفائزة من مواجهة اسكتلندا ضد أوكرانيا والمؤجلة إلى موعد اللاحق بسبب تداعية الصراع الروسي الأوكراني وفي آخر المواجهات انضم منتخب السويد إلى ركب المتأهلين لنهائي الملحق الأوروبي بفوزه بصعوبة على تشاك بهدف دون رد وضربت السويد بذلك موعدا مع بولندا التي تأهلت لنهائي الملحق بعد استبعاد روسيا بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الحرب على أوكرانيا محليا قررت لجنة والانذباط على مستوى رابط المحترف لكرة القدم إقصاء حارس مرمى فريق شباب الوزداد عبدالقادر أحمد إلى غاية الاستماع لأقواله يوم الاثنين المقبل حسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للرابطة وكان الحارس السابق في صفوفنا دي ساندر لاندا الإنجليزي قد قام بحركة لا أخلاقية تجاه مشجعين ولدية الجزائر بعد نهاية مقابلة في الدرب العاصمي الذي عاد فيه الفوز للسيربي بنتيجة هدف السفر بملعب عشرين أوت للتذكير فإن الحارسة قدم اعتذاراته لجمهور مولودية الجزائر عما بدر منه عبر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع آخر أحرزت الجزائر ينسرينحويل ميضاليتين ذهبيتين خلال منافسات البطولة الإفريقية للدراجات على الطريق المقامة حاليا بدولة مصر العربية وتوجت الجزائرية بسباق ضد الساعة فردي بتوقيت أربعين وأربعين دقيقة تسع ثوان وست وتسعين جزءا بالمئة على مسافة تسع وعشرين كيلومترا فاصل أربعة بهذا مشاهدين الفاضل نكون قد وصلنا إلى ختمي الورقة الرياضية لمزيد من الأخبار تابعوا مواقعنا ظاهر أسفل الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة